ترجمة نانسي قنقر مملكة البحرين أثبتت مكانتها المميزة في عالم الدرجات الهوائية بعد أن حققت العديد من الأهداف خلال الفترة الماضية من خلال حصد العديد من الإنجازات في البطولات العالمية وهو هدف من الأهداف عبر استغلال الفعاليات الرياضية الكبرى والترويج لمملكة البحرين في مختلف الفعاليات لإبراز صورة الحضارية والمشرقة عن مملكة البحرين خاصة في الجانب الرياضي وأشار اسموه أن مملكة البحرين حرصت على التواجد عبر الفرق التي تحمل اسم مملكة البحرين في مختلف الفعاليات الرياضية والتي حقق أبطالها العديد من الإنجازات المتميزة التي ساهمت في تسليط الضوء على مملكة البحرين وما تتضمنه من إنجازات حضارية وتنموية ورياضية وغيرها منها فريق البحرين مكلر للدرجات والذي حقق أهدافا عديدة في الفترة الماضية وسندخل الفترة القادمة بشعار البحرين فيكتوريوس للدرجات الهوائية وهدفنا مواصلة تحقيق رؤيتنا المستقبلية وبينا سمو الشيخ ناصر بن حماديل أن تشكيل الفريق سيكون له آثار إيجابية على المملكة لتكون موطنا لرياضة الدرجات الهوائية في الشرق الأوسط كما كانت موطنا لرياضات أخرى وهو الأمر الذي يشكل خطوة كبيرة في طريق تحقيق الترويج للمملكة بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وأضاف اسموه ركوب الدرجات الهوائية واحدة من أكثر الرياضات تحديا والتي تتطلب التفاني والانضباط والمثابرة هذه القيم هي التي نحتاجها لممارسة رياضات التحمل التي بمقدرتها تعزيز أسلوب حياة أفضل للجميع سيعكس فريق البحرين فيكتوريوس رؤيتنا لبناء فريق أداء أولاً يهدف إلى الإلهام والفوز على أعلى مستوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر